تعريف مصطلح ديماغوجية الحلقة 329 من سلسلة الموسوعة السياسية التاريخية السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتاعت لتتوصل بطول جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات ديماغوجية كلمة يونانية الأصل مشتقة من ديموس أي شابة غوجية العمل وتانت تطلق في الماضي على زعماء الحزب الديموراطي في أثينا الذين كانوا يدعون العمل من أجم مصلحة الشعب وهي اليوم ذات معنى ترجيحي إذ تدل على مجموعة الأساليب والخطابات والمناورات والحيل السياسية التي يلجأ إليها السياسي لإغراء الشعب والجماهير بوعود تاذبة وخادعة وذاتة ظاهريا من أجم مصلحة الشعب وعمليا من أجل الوصول إلى الحكم وهذا فإن الديماغوجي يموطف شخص أو جماع يقوم على إطار وتملق الطموحات والعواطف الشعبية بهدف الحصول على تعيد الرأي العام استناداً على مصدقيته والديماغوجي يؤتد تلامه مستنداً إلى شتى فنون التلام وضروبي وتذايت الأحداث ولكنه لا يلجأ إلى البرهان أو المنطق البرهاني لأن من حق البرهان يبعث على التفتير وأن يقض الحذر والتلام الدماغوجي مبسط ومزدنط يعتمد على جال سامعه وأحياناً على اغترابهم ومن هنا تلت الصيطة التي يمارس على المخيل الجماعية لدى بعض الجماعات اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم منا تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم منا تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم منا تحميد مجيد